بكم مشاهدين الأكارم إلى تفاصيل النشرة الاقتصادية والبداية ستكون بقطعية تكنولوجيا حيث تذيلت الجزائر المراتب الأخيرة من حيث تدفق خدمة الأنترنت خصوصا الجيل الثالث إذن هذا الترتيب الأخير له عدة أسباب حسب بعض الخبراء نكتشفها في سياق تقرير إيمان عيش لا تزال الجزائر تتذيل المراتب الأخيرة من حيث سرعة تدفق الأنترنت حيث أصدرت مؤسسة أوبن سيجنال البريطانية المختصة في مجال الاتصالات تصنيفا خاصة تدفق الأنترنت من الجيل الثالث والرابع للنقال حيث احتلت الجزائر المرتبة 86 من بين 95 دولة بسرعة تدفق 2.96 ميجابيت هذا هو المشكل، لأنني أعتقد أنة أفرقات الأربيط للعبع 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 على العبع للعبع ويكما يتعلق على Two-China والعبع للعبع 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 لكن الميدان لازال يسجل عدة هفوات أخطاء رغم وجود سلطة لضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتي اعتبرها الخبراء خارج التغطية فرغم أن متعاملي الهاتف النقال وعلى رأسهم المتعامل التاريخي موبيليس على استعداد لإطلاق خدمة الجيل الرابع إلا أن السلطات لم تعطي الضوء الأخضر بعد لأسباب لا تعلمها إلا هدى فرعون وعلى رأسها أين مكمن الخلل؟ هل نعيش أزمة إطارات في القطاع أم مشكلة ذهنيات؟ إلى موضوع آخر الآن حيث عرفت مبيعات وذورة الأمريكية إلى الجزائر ارتفاعا كبيرا سنة 2016 حيث أظهرت بيانات مكتب الزراعة في وزارة الخارجية الأمريكية تصدير حوالي خمسمائة ألف وسبعا وعشرون طن متري من الزرة أي ما يعادل عشرين فاصل سبعة مليون بوشل وهي ضعف الكمية المصدرة سنة 2015 والتي بلغت مائتي وثمانية وثلاثين ألف طن متري أي ما يعادل تسع فاصل ثلاثة مليون بوشل هذا وتبقى الجزائر سوقا صغيرا نسبيا من حيث مجموع صدرات الولايات المتحدة من الزرة وصدرات الإجمالية لمنطقة شمال إفريقيا لكن الولايات المتحدة وضعت استراتيجية لتطوير السوق والتسويق المستهدفة على محاصيل معينة هذا وتنقلت عدة مواقع إعلام عالمية توقعات اتحاد الفلاحين الجزائريين بانخفاض محصول الحبوب في الجزائر بنسبة أربعين بالمئة خلال موسم الحصاد الحالي حيث كشف مسؤول والاتحاد أنه من المتوقع أن يتراوح محصول الجزائر من الحبوب ما بين ثلاثة فاصل اثنان وثلاثة فاصل ثلاثة مليون طن هذا العام مقارنة بأربعة فاصل تسعة مليون طن في العام السابق ويتهذا في وقت تسع فيه للجزائر إلى تقليص واردتها من الخارج التي باتت تعرف أرقام قياسية إلى موضوع آخر الآن حيث أكدت الأرقام صادرة عن الدوان الوطني للإحصائيات بأن وطيرة التضخم السنوية بلغت 5.5% شهر جويليا المنصرم وهو رقم بعيد جدا عن توقعات قانون المالية الذي لم يتجاوز 4% فيما كان التضخم قد بلغ 4.8% سنة 2015 وفي هذا السياق عرفت أسعاره والمستهلكين ارتفاعا بـ 8.1% فيما يتعلق بتطور شهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين في جويليا 2016 مقارنة بجوان من نفس السنة الذي قدر بـ 0.5% كما ينتظر أن يحمل قانون المالية 2017 الذي سيعرض شهر سبتمبر على البرلمان في طياته تعديلات جبائية أهمها الرفع في ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 19% قرار يراه الخبراء أمرا إضافيا سيلقي على كاهل المواطن البسيط في ظل تراجع مداخيل البلاد أحمد محمودي وتفاصيل إجراءة ضريبية جديدة سيشهدها قانون المالية 2017 الذي من المنتظر أن يعرض نهاية شهر سبتمبر أمام أعضاء البرلمان لعل أهمها رفع الضريبة على القيمة المضافة تيفيا من 17 إلى 19% إجراء وإن طبق فهو حسب الخبراء وسيلة للدثغرات الخزينة المالية الهدف يكون هو رفع مداخل الخزينة ليس هدف تسيير الاقتصاد وهذه هي الحالة على الجزاء لأنه مداخل الخزينة ضعيفة يحب يكون مداخل أخرى ولكن دائما كاين رد فعلا وكاين نتيجة الرفع من الضريبة على القيمة المضافة وفي حال التصويت عليه من قبل نواب البرلمان سيزيد من متاعب المواطن خاصة وأن قانون المالية 2016 أثار ضجة كبيرة بسبب إقرار عدة زيادات قانونيا شكليا نشوف بأنه المكلف بالضريبة اللي هو التاجر أو الصناعي أو المستورد هو اللي يتحملها ويدفعها للخزينة ولكن حقيقة تشكر رح يتحملها لأنه هذا كل المكلف بالضريبة رح يدفعها للخزينة ويعود يسترجحها من عند الزابونته ويبقى في النهاية المستهلك النهائي هو اللي يتحمل الرسم على القيمة المضافة في وقت ينتظر من الحكومة إيجاد حلول اقتصادية ناجعة تخرج البلاد من الأزمة الحالية تستمر هذه الأخيرة في البحث عن حلول ثانوية عنوانها ملء الخزينة بأي طريقة ختام النشرة الاقتصادية إلى اللقاء